السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله جميعا عماري وحييكم وفي هذا الفيديو سأعرض عليكم أو سأخبركم بخمس عناوين لمحاضرات تيد لأنني لن أعرضها عليكم هنا ولكن أنتم من ستتخذونها طريقة أو مادة لتطوير لغتكم الإنجليزية هذه الحلقة الثانية أعتذر الشهر الماضي لم أنشر حلقة إذن دعونا نبدأ على بركة الله اليوم أعددت لكم خمس محاضرات منها أربعة بسيطة وسهلة وفي واحدة يعني متوسطة لكنها مميزة جدا واللغة كذلك ليست بتلك الصعوبة خاصة أنه يتحدث عن أشياء عادية نمارسها كلنا في حياتنا أول محاضرة تسمى لماذا أدرب الجدات كي يعالجوا الاكتئاب ويتحدث فيها طبيب نفسي من زمبابوي عن تجربته مع الطباء النفسي في بلده وأحكى قصة مؤثرة ثم عرض فكرته التي نفذتها قبل سنوات يعني فكرة مميزة ومحاضرة جميلة يميزها أنها هادئة جدا صوت الرجل وكلامه هادئ منظم مناسب جدا لي منهم متوسط أو حتى ربما مبتدئ في اللغة المحاضرة الثانية هي من المفضلات لدي وكل فترة أستمع إليها لإعطائي دفعة للتحفيز والتذكير بشروط وأسرار النجاح ثمان أسرار للنجاح وهي مختصرة مركزة ومع ذلك هي مفيدة جدا فالمحاضر شخص قام بعمل مقابلات مع الكثير من الناجحين من رواد منتدى التد واستخلص ثمان أشياء أو نقاط هي أسرار لنجاحهم وأدت إلى نجاحهم ويعطيها بشكل مختصر مرتب سريع يعني هذه محاضرة قيمة وتنفع أنك تطور لغتك الإنجليزية بها وتستمع إليها بين الفينة والأخرى حتى تذكر نفسك وأنت تسير في طريق النجاح المحاضرة الثالثة بعنوان هي موجودة في اليوتيوب فقط ليست في تد بعنوان كيف تبدو ذكيا في محاضرتك التي تلقيها في تد هي محاضرة لن تخرج منها بأي فائدة أنا أحذرك منها الآن لكنها طريفة وخفيفة وفي نفس الوقت سهلة سهلة جدا واللغة هادئة وواضحة ليست بهدوء أو المحاضرة لكن بشكل عام هادئة وكلمات عادية معروفة لدى الجميع المحاضرة الرابعة قصيرة كذلك ثلاث دقائق فقط وبعنوان جرب شيئا جديدا لثلاثين يوم لواحد اسمه مات وهي محاضرة بسيطة وخفيفة يحكي فيها تجربته في أن يجرب شيء بسيط لمدة ثلاثين يوم كل يوم يكرر هذا الشيء أخيرا المحاضرة الأخيرة قد تكون الأصعب من البقية أصعب قليلا لكن الذي هو متقدم سيرى سهلة وضعتها في هذه القائمة أولا لأنها مميزة جدا ومضحكة جدا ومن شخص يسمى تيم شخص لديها حس جميل في الإلقاء يتحدث فيها عن معاناته مع مشكلة التسويف قد يكون الكلام سريع قليلا في بعض الأجزاء وهي فرصة كي تمارس الاستماع وتطور مهارة الاستماع لا تخصص كل استماعك من مواد سهلة 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 لا يعني نوع Andi te Arctic some I found an MRI lab that actually let me scan both my brain and the brain of a proven non-procrastinator. And I saw I could compare them I actually brought them here show you today and I want you to take a look carefully to see you if you can notice the difference and I know that if you are not a trained expert is not that obvious but just take a look, okay. So heres the brain of a non-procrastinator. شكرا لكم على المشاهدة ستجدون الروابط في الأسفل وكذلك في صفحة المدونة وتابعونا في قناة التليجرام إن شاء الله سأنشر بين الفينة والأخرى بعض المحاضرات البسيطة شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو آخر